لمزيد من النقاش نضم إلينا من بكين السيد نادر رونجوان الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك معنا سيد نادر كيف طرى الصين نتائج زيارة جيك سوليفان؟ أهلا ومرحبا بكم فالحديد زيارة يتقى الرئيس الصيني كذلك به وكذلك النائب الرئيس اللاجنة المركزية العسكرية وكذلك الوزير الخارجي السيني فبعد كل هذه المناقشة وتم التعرف على هناك زيادة التفاهم لبعض القضايا وكذلك أوضحت الصين الموقف الثابت ومستمر تجاه بعض القضايا الحساسة فبشكل عام اتفق الجانبان على زيادة التبادلات وكذلك اتفق على أنه يمكن للبلدين تحقيق التعاييف السلمي وكذلك إدارة الخلافات بشكل مناسب وكذلك تحقيق التمية المشتركة وتوصيح النقاط التعاون فبشكل عام هذه الزيارة كان إيجابيا وكذلك المناقشات كانت بناءا وكذلك وصريحا فيمكن كذلك يساهم في هل نفهم من كلام حضرتك أن جيك سوليفان جاء ليقدم حلولاً للمشاكل الخلافية للأمور الخلافية بين البلدين أم هو جاء لإستعراض آخر ما وصلت فيه الأمور في مواقف الطرفين أعتقد أن هذه المرة هناك على القال البلايات المتحدة يعترفت بأن هناك يمكن للسلم والبلايات المتحدة تحقيق التعايير السلمي وكذلك تحقيق التمية المشتركة ومن هذا الطرف يمكن أن نقرأ أن هذه الزيارة هو لإدارة الخلافات بشكل مسؤول وزيادة التفاهم وهل يرى الجانب الصيني أن ما جاء به جيك سوليفان كان مرضياً بالنسبة لبكين يعني العلاقات الصينية الأمريكية يعني معقدة وكذلك شهد التوتر في الفترة الأخيرة ولكن هذه الزيارة يمكن أن نرى كذلك يمكن المساهمة في الاستقرار هذه العلاقة وكذلك المهم هو التحركات الأمريكية على أرض الواقعة وكذلك التطبيق التوافقات التي توصل إليها الرئيسان البلدين فإذا يمكن التزام بالتعهدات الأمريكية مثلاً في مسألة تايبان بعدم دعم للقوة الاستقلال تايبان وكذلك عدم المحاولة لتشكيل تحالفات لإحتواء الصين وكذلك عدم التغيير يعني أكدت الجانب الأمريكي أنها ليس لهنية لتغيير النظام الصيني وكذلك عدم تشكيل تحالفات لإحتواء الصين فإذا كان يمكن أن تطبيق هذه التعهدات إلى أرض الواقعة يعني يمكن تحقيق أيضاً العلاقات الصينية الأمريكية التامية التطور سليم والمستقر وماذا على الصين أن تقدم هي في المقابل لما يقلق الولايات المتحدة أولاً الصين أوضحت مرة أخرى أنها لا تسعى إلى الحيمانة وكذلك تركز على تحسين معيشة شعبها والتقدم وتنميةها الذاتية وكذلك أكد الصين مرارة متكرارة أنها تتمسك بطريقة تنمية سلمية وليس لديهنية أيضاً للقيام بالمنافسات الجيوسياسية فأيضاً أكدت الصين أن الجانبين يمكن إدارة الخلافات بشكل مناسب وتوسيع النقاط التعاون رغم وجود الخلافات وكذلك تحقيق التعاير السلمي وكذلك التنمية المشتركة وذلك على أساس الاحترام المتبادل والتعاير السلمي وتعاون وفوض المشتركة وكل هذا هو أيضاً التوضيح الصين أمام الجانب الأمريكي لزيادة التفاهم والتجانب من الاحتمال المواجهة سؤال الأخير سيد ديرونغ هل الصين تفضل أي من كامالا هاريس أو دونالد ترامب أفضل لعلاقاتها إذا أحد منهم جائر البيت البيض؟ الصين ليس لا تريد التدخل في الانتخابات الأمريكية لأنها من شؤون داخلية للبلاد هي لن تتدخل لكن هناك من هو يعني يساعدها أفضل على تطبيق سياستها ولكن ليس هناك تفضل يعني أكد الصين محما كان الرئيس القادم فيجب على البلدين التعاون يعني تعاملوا مع علاقاتها مع البعض وها البعض لإكتشاف طريق الصحيح لتعامل بين دول الكبرى وذلك على أساس الاحترام المتبادل وتعاير سلمي وتعاون وكسب المشترك الآية حال يعني إذا ما تذكرنا الفترة الأولى السابقة لدونالد ترامب كان له تصريحات يعني شديدة القرأة والعدائية تجاه الصين سنرى ما تصفر عنه ربما الولاية الثانية له أو الأولى لكمالا هاريس في العلاقات مع بكين بشكرك شكرا جزيلا السيد نادر رونجوان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بكين سنرى ما ترکي بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رعش في القناة بالترجم للأساس